موقف الشيخ البنّة رحمة الله عليه من تكفير الأفراد ومن تكفير الحكومات قال الشيخ البنّة في بند الفهم من رسالة التعاليم طبعاً هو الرسائل كلها كما قلنا في الدرس السابق وعنده 17 رسالة طبعاً في بعض الطبعات يضعون العقاد لا العقاد ليس ضمن الرسائل العقاد كتاب لحاله هذا صغير وألفه وكذا ونشره ويضعون المأثورات وبرضه المأثورات ليس رسالة مأثورة لحالها فالرسائل هي 17 رسالة فقط فرسالة التعاليم فيها بند اسم الفهم ولا نكفر مسلماً أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض برأي أو بمعصية يعني إيه؟ كلمة إيه؟ برأي أو بمعصية الباء هذه إيش متعلقها؟ نكفر لا نكفر برأي أو بمعصية بما أنه مسلم ومأدى اللي عليه ها؟ بنكفروا بمعصية سرق زنى قتل كذا بكذا لا نكفر من الذين يكفروا بالمعاصي الكبيرة؟ القوارج أهل السند والجماعة لا يكفرون إيش؟ بالمعاصي لا كبيرة ولا صغيرة ما لم يستحل فإن استحل فما بكون إيه كفر إيش بارتكاب المعصية كفر بالاستحلال الاستحلال ما ليش على قبل بالعمل عمل أم لم يعمل الاستحلال بحداته مكفر وهذا صحيح وهذا موضع اتفاق لحد الآن الكلام إيه معقول إلا إن يعني هذه استثناءات بنكفر عاد أقر بكلمة الكفر صحيح أو إنكر معلومة الدين بالضرورة صحيح أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله أسليب اللغة العربية بحال وهذه فيها نقاش في علم العقيدة على كل حال أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر كفر عملي برضو معقول طبعا هذا الحد الآن كلام معتدل على ماذا بأهل السنة والجماعة بدنا نشوف كلامه عن الحكومات شوف هنا فيه مفارقة وفيه إزدواجية قال عن الحكومة الإسلامية عرفها ما كان أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام غير مجاهرين بعصيان وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه هنا صار في عنا مفارقة واختلف القول واختلف القول ليش لو الحكومة واحد جاهر بمعصية أو اثنين أو ثلاثة ولا حتى ألف لو جاهر بمعصية ما هي المشكلة يعني ما بتصير مسلمة آه حسب كلامه ما بتصير عشان تكون حكومة مسلمة لازم مش بس تلتزم الالتزام بالمعنى الشرع طبعا أنها تقر في كذا الالتزام الشرعي هو إقرار ليس العمل انتبو لا وتأدي كمان الفرائض طب لو ما أدتش لو بعض رجالي الحكومة قصر في بعض الفرائض يعني هذه مسألة اجتهادية تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر جماهير العلماء لا يكفر صحيح موضوع أنه يقتل أو لا يقتل هذا موضوع ثاني بس لا نكفره أيضا يعني ليش هذا الشرط العجيب هو أنه المؤدين طب لو ما أدوش لو قصروا ولو جاهروا بعض المعاصي آه هذا الكلام غير ملتأم بكلامه في تكفير مسلم بالمرة عكسه كلام يختلف عن كلامه الذي قاعده في تكفير الأفراد هل الشيخ البنة يعني لم يكن واعيا بهذا الخلاف أكيد كان واعيا أكيد هو مش رجل يعني عادي أو رجل بسيط لا هو رجل ذكي بلا شك يبدو أنه تعمد أن يصوغ تعريف الحكومة الإسلامية عنده على هذا النحو مثل مسمار جوحة علشان باستمرار وقتما أرادوا هو جماعته أن يكون لهم مسوق للانقلاب على الحكومات مباشرة مجرد أنه الملك أو الرئيس أو رئيس الوزارة رئيس الحكومة يعني شرب كاس خمر مثلا أو رقص مع امرأة أو مش عارف إيه إذن مجاهر ما عزيح حكومة غير إسلامية ما شاء الله فوضى رهيب هذا تأسيس لفوضى عجيب غريب والموضوع مش حصير بس هو انقلاب سلمي قتل واستحلال الدماء وفتنة أهلية وحرب ما هو التنظير هذا ما هو التنظير العجيب الغريب هذا هو يعرف ماذا يكتب رحمة الله تعالى فإذن انتبهوا لهذه المطبات هذه مطبات في الكلام طبعا اللي ما عندهش كذا وعامل الأمور كلها على محمل حزن وكلام جميل هذا هو الذي يعني أودى بالجماعة هو هذا الفكر الذي أودى بالجماعة وخلاها إلى اليوم تمارس هذه الإزدواجية المشؤومة عليها وعلى المجتمعات المسلمة ما عدنا نعرف أنتم تكفريون ولا غير تكفريين أنتم سلميون أو عنيفون تلجعون القوة ولا طريقتكم دعوة وموعظة حسنة وكذا عندهم إزدواجية رهيبة هم تعمدوا طبعا والشيخ المؤسس تعمد أن يفعل هذا وصرح به بعد قليل سنشوف على كل حال وزي ما قلنا لو طبقنا هذا المعيار البناوي إنجاز التعبير على أي حكومة مما ادعت أو ادعى فيها أنها إسلامية تقريبا أسنلند ينطبق وأول حكومة مرسي عند خوارم لإسلاميتها بالهبل وفق المعيار إيش البناوي وكذلك حكومة المغرب وكذلك حكومة أردوغان بالذات يعني ما شاء الله حكومة أردوغان ما شاء الله ما شاء الله مثقبة تثقيبا يعني وخزقة تخزيقا فما بنطبق عليها بالمرة أنها حكومة إسلامية واضح لكن طبعا كما قلت لكم هذا مسمى رجوحة وهذه ذريعة للانقلاب على ما شاء من الحكومات متى؟ متى توفرت لهم المكنة في عدد كافي في عدة في قدرة مادية هيا اضرب ضربتك وهذا عكس وضوح المسلم وعكس وفاءه بالعهود وعكس براءة المسلم من الازدواجية من المكر والخديعة هذه كل أسنال خداعهم المكر على الفكرة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلي أنا أعتقد دخول المسلمين وهذا طبعا ربما أول واحد لحكي الكلام هذا وهذا سيزعجهم جدا 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 ولكن والله هذا خطر في باري وسأقوله أيضا من كل قلبي أقول لهم هذا قانون إلهي هذا قانون على الفكرة قانون إلهي لا يحيق المكر السيء إلا بأهله هذه الأسليب من التماك والخداع والازدواجية والحربائية والتلون والخطاب المزدوج كل هذا من وجوه المكر التي لا يرضاه الله تبارك وتعالى ومن لجع إليها لن يفلح حتى وإن بلغتوا حكم بلغتموا لن تفلحوا وسينقضي الناس عليكم وزي ما قلت في أي مكان هم حكموا فيه شفتوا كيف رد فعل الجماهير نأت الآن قال لك في رسالة المؤتمر الخامس وهذه من الرسالة الحساسة والخطيرة على فكرة الشيخ البنان أنا بعتبرها كارثة كارثة لو سألتكم سؤال مين هي الفرقة الإسلامية التي اعتبرت الحكم والسلطة الخلافة من عصول الدين عصول عصول إيمان لا يتم إيمانك إلا بها حتى تقول لي الشيعة طبعا الشيعة قال لك هذا أصل عندهم ركهم أركاء الإيمان بالإمامة نعم كلام فارغ طبعا الشيعة هيك حرين أهل السنة أبدا أهل السنة قال لك من الفروع الإمامة من العمليات واعتذر العضو الإيجي في المواقف رحمة الله تعالى عليه عن إيرادها في كتابه قال لك نحن تأسيا بالسابقين وحطهم هك في آخر بس هي مش من عقيدة الإمامة مش من باحث عقيدة ومثل الغزالي رحمة الله عليه ومثل الآملي كلهم كلهم قال لك هذي من الفروع حتى صاحب الغياثي اللي هو الجوين اللي رحمة الله عليه قال لك من الفروع الإمامة رئيسة من أصول الدين أبدا من الفروع هذه العمليات حسن البنة ما شاء الله عليه وأعساس هو سني في رسالة المؤتمر الخامس جعل الحكم من العقيدة والأصول لا الفرعيات والفرعيات هتقول لي مصيبة مسيعة هذه لأنه إذا صار السلطة والكرسي روح إدوي يا عدنان تعال إدوي قلت اللي بينا ويتكلم يا عدنان قدام إخواني يؤمن بفكر البنة وتنظير البنة ويعتبره إمام المسلمين البنة فهموا أنه السلطة والكرسي من إيش من الأصول لا يكمل الإيمان ولا يتم إلا بها لازم معناها إن واصلوا نعمل ليلة نهار وبالمخالب والأثبار والعسنان لكي نفتك السلطة للمسلمين والإسلاميين وإلا بكون إيماننا إيش على كافة أفريت إيماننا مش كامل صحيح وتفضل عاد دخلهم الشيخ حسن البنة في الورطة الكبرى إنه لازم تضلك تسعى للسلطة وإلا إيمانه غير كامل أصل من أصول الدين يا شيخ حسن إيش المصيبة اللي تجبت لنا يا هذه هو عارف ما يسوي هو عارف طبعا هو مش 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 شخص إيه مش عارف عارف الله يرحمه ويغفر له قال في رسالة المؤتمر الخامس إن الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنا من أركانه وهو من العقائد والأصول يمكن بعضك يقول أول مرة صعن كلام هذا صح؟ ما يقال إلا لأن أي واحد سيقول لك هذا عكس ماذا للسنة هذا ماذا بالشيعة وليش بقول فيه أحد سني لأنه عنده غرض هو بده الحكم بده إياه لجماعته بأي طريقة وبده إياه كان في حياته هو طبعا وهو الوداء في داهية الحكم هذا والتنظير الحكم وكل عنف والتكفير والمصايب أجد من موضوع الحكم هذا على فكرة منه لو الموضوع دعوة ودلالة على الله وهداية ومعظة وعلى فكرة يعني هذه الجماعة تجعلك وتصل إلى حد الملل من استخدام هذا المصطلح كل شيء الدعوة 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 ليس بس أنه مذكرات وثمان مذكرات الدعوة والداعية الرسائل كلها الدعوة 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 والدعوة والتنظيم يعني يخلط بينهما وبدالما يعبر عن التنظيم ما ربع عنه بالدعوة ما علينا الخطورة أين تكمن؟ تكمن أنك بشكل تلقائي ستأتي إلى الآيات التي فيها الدعوة وهي دائما في حق الكافرين وتنزلها على مين؟ على المسلمين وهذا طرق طريقا للتكفير وطرق طريقا للحكم على المسلمين بأحكام مين؟ الكافرين وهذه كارثة داهية ما لها من واهية وأنا لأوانا أن نكف عنها والله العظيم والكل يستعملها الدعاء إلى الله الدعاء إلى الشيخ فلان الدعاء إلى الله وقال كنت ما بعرفش أنتم نايمين ينبغي أن تتوقفوا قل للشيخ قل للعالم قل للواعظ الخطيب المتكلم المعاضر ليس الداعية نحن مسلمون هذه الدعوة للكفار تدعوهم إلى الله إلى الهدى إلى دار السلام إلى الدين الكفار نحن مسلمون لكن الدعوة تناسبوا أكثر لكي نأتي بكل الآيات هذه تدعت الكفار وتحمل على المسلمين كثير هذه مهمة تخيل وبعدين يحاول فهمك أنه أنه يقوم بمهمة رسالية هذه مهمة الأنبياء صح مهمة الأنبياء الحقيقية كانت دعوة المشركين الكفار إلى الله وإلى التوحيد نحن اليوم لدينا تعليم وتربية ووعظ وإرشاد ليس دعوة انتبه لكن التعليم والوعظ والإرشاد والتربية والمحاضرة تفقدك هذا السلاح المتين سلاح آيات ونصوص الدعوة التي تجعلك تحكم على المجتمع من فوق على أنه مجتمع جاهلي وكافر ومنحط ونحط قبل الإسلام من زمان على طريقة سيد قطب وعانى الأوان النثور عليه وطبعا في اللحظة المناسبة اذبحوا أخته العادي هم كفار تقريبا يعني عادي قتل الجيش والشرطة عندهم عادي تقتلون حادي كيف ينا رجل قلما هو مجتمع جاهلي كافر وأي مجتمع جاهل وكافر وساكت على حاكم كافر فهم كفار مثله بس لما يدنا السير طائلة احنا هنسفك دماؤهم وهذا اللي كان يحصل دائما كل فترة وفترة هذا الموضوع لابد أن نتنبه إليه جيدا ايش قال الشيخ البناء وإن المصلح الاجتماعي إذا رضي لنفسه أن يكون فقيها مرشدا يقرر الأحكام ويرتل التعاليم ويسرد الفروع والأصول وترك لأهل التنفيذ يشرعون للأمة ما لم يأذن به الله فإن النتيجة الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون صرخة في واد ونفخة في رماد كما يقولون ومن ثم فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم هاي البديو يقول جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أي ذي الذين ما قوة التنفيذ يعني؟ الحكومة حكومة تكسير أنت أنت القضاء وأنت الجيش وأنت الشرطة وأنت الأمن وأنت كل شيء من أي ذي الذين لا يؤمنون بأحكام لا يؤمنون يجيب هذا القفز يا شيخ بنا على فكرة كل فكره ذهيك وأنا متأكد هو يعمل هذا يعني بذكاء هو يفهم ماذا يقول لو حاكم مرسي مثل مرسي لا يطبق أحكام الإسلام وما لغي بيوت الدعارة والمراهي والملاهي والرقص والربا وكذا بصير كافر لا يؤمن ولا أنه عاجز ممكن ممكن عنده عذر عاجز ممكن مش قادر ممكن بده يستخدم أسلوب المرحلية التمرحل صحيح لا البنة هنا ما شاء الله ضربها يعني في المكان قال لك لا يؤمنون كيف حكمت عليهم يا شيخ أنهم لا يؤمنون من قال لك من قال لك أنهم لا يؤمنون ما غريب لا إله إلا الله وها هو البنة أيضا في رسالة التعاليم يوصي ب قلت لك يا هذه بمقاطعة يعني لك سيد قطب العزة الشعورية لا لا في رسالة التعاليم يوصي بمقاطعة المحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامي والأندية والصحف والجماعات والمدارس والهيئات التي تناهض فكرتك الإسلامية مقاطعة تامة أي فكرة طبعا الفكرة الجماعاتية الإخوانية ماهوف واضح هو عنده الفكرة الإسلامية والمنهج الإسلام شفته مش من عندي لا أقوله ما لم يقل هو عنده الفكرة الإسلامية والمنهج الإسلامي والدعوة الإسلامية هي فكرته ودعوته هو أي واحد ما بالطبق معنا قاطع قاطع شف قبل سيد قطب ما شاء الله بعقود قاطع مقاطعة تامة هذه الفكرة نفسها التي ستنتهي مع سيد قطب إلى موضوع العزة الشعورية أو تكوين المجتمع المؤمن المنغلق على نفسه ثم في اللحظة المناسبة المنقض على المجتمع الأكبر تحطيماً وكذا كذا وإعادة إنشاء من جديد أخوه محمد قطب الله يرحمه أيضاً عنده لما كنا صغر كنا نحب الكلمة هذه لا يوجد الإسلام لا يوجد عنده تزين وزخرفة وكذا لا 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 يوجد عنده امسح على بياض وابن من جديد هيك هيك أسلمه على فكرة محمد وسيد يحكو كلمة هذه ابن من جديد ولكن بعدين كبرنا سنة 13-14 سنة إنما أبو عثه لأتمم كلنا هذا عكس محمد قطب سيد قطب أنا بيقول لي أتمم يعني حتى الجهلية وهي وثنية عندها أخلاق وعندها فضائل أنا باعترف فيها نبي قال ما عندي مشكلة وقال لقد دعيته بحلف في دار ابن جدعان لو دعيته بمثله في الإسلام لا أعجبت ما أحب أن يكون لي به حمر النعم اسمه حلف ماذا؟ الفضول شفت؟ كيف عاد؟ حتى الكفار والوثنيون عندهم أخلاق وعندهم فضائل ويمكن أن تصلح وكذا وتتمم لا قل لك دمر امسح ابني على بياض ما هو الأفكار الرهيب؟ فالشيء عجيب عنف رهيب مخيف الأفكار على الفكرة الآن سيقول لك لا يا أخي الشيخ البن هذه في مرحلة كذا